تفقدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض ومحافظ القاهرة إبراهيم صابر أعمال إزالة آثار الحريق الذي نشب بحي المسكي وحرصت وزيرة التنمية المحلية على تفقد عدد من شوارع المنطقة المحيطة بالعقارين الذين تعرضا للحريق كما بحثت الوزيرة تطوير ورفع كفاءة المنطقة وعدد من واجهات المباني الموجودة بميدان العتبة ومنطقة المسكي بما يتناسب مع الوجه الحضري والجملي للمنطقة ترجمة نانسي قنقر